استكمال تحرير عزلة الأقروض حدف وضعه الجيش الوطني نصب عينيه فأعد العدة وجهز كل ما تطلبه المعركة وفق الإمكانيات المتاحة هنا اجتماع للقيادات الميدانية لتدارس الخطة التي وضعتها قيادة القبهة لينطلق بعدها القادة الميدانيين في عملية استطلاع لمواقع العدو نحن الآن نقف في موقع خطة تماثل بيننا وبين العدو كما تشاهد المثارس وسائل النارية التابعة لنا والعدو الذي يفرق بيننا وبينهم لا يزيد عن 150 متر أو 300 متر ونحن الآن في حالة تأهب واستعداد ورفع القاهزية للهجوم والاقتحام وتحرير هذا المنطقة سيطرع للطريق إن شاء الله بإذن الله في الساعة المقبلة ساعات الفجر الأولى كانت البداية لتنفيذ الخطة ليتقدم الأبطال وبثبات نحو مواقع الميليشيات يكبدونهم خسائر فادحة في الأرواح والأتاد تم استهداف من قبل طيران التحالف ورقة وتم تحرير حصن المقحف وأكمة القرض ونوبة ماهيوب ثابت المطلات على الخط الرئيسي وتم قطع الخط الرئيسي على العدو وتم الاستيلاء على منطقة فندات والآن العدو بتقهقر وتراقع وأبطال اللواء 35 مع المقاومة الشعبية يطاردونهم في جميع القبهات في الأقروض تمكن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من السيطرة على أهم المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات كحصن المقعف الاستراتيجي وقرية الذنيب وقحاف فندات وهم على وشك السيطرة على قبل ورقة لقد أعلننا ساعة الصفر في الصباح الباكر إن شاء الله بإذانا في تحرير الأقروض والآن قوات اللواء 35 على مشارف الغزاول والأحياد على مشارف خطة الإمداد إمداد العدو وإن شاء الله بإذن الله في الساعة القادمة في الساعة القادمة سيقطع الإمداد نهائيا ويقطع خط الوريد العدو بإذن الله خسائر الميليشيات الإنقلابية كانت كبيرة عشرات القتلى والقرحى وعدد من الأسرى كما غنم الجيش الوطني أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر تلفظ الميليشيات الإنقلابية في عزة الأقروض أنفاسها الأخيرة في ظل التقدم المستمر الذي يحققه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في إطار عملية عسكرية لتحرير عزة الأقروض وتطهيرها من الميليشيات الإنقلابية فواز الحمادي قناة بلقيس من جبهة الأقروض تعز